وخلينا نروح من مستقبل التاريخ للكتابة التاريخية وخلينا نوصل للمشاهد إيه هي الكتابة التاريخية وإيه هي محذير الكتابة التاريخية والمفروض يكون الكاتب بياخد باله من إيه إيه المساحة بتاعته إيه المساحة اللي مش المفروض يتخطاها يعني أحب أسمع من حضرتك معلومات أكتر عن الكتابة التاريخية هو الكتابة التاريخية فيها نوعين رئيسيين يا إما كتابة توثيقية لأحداث تاريخية معينة يا إما كتابة درامية بتتناول دراما معينة في إطار فترة زمانية تاريخية جميل وبالتالي هنا بيبقى فيه محاذير بالنسبة يعني المحاذير بيكون أكتر بالنسبة للكتابة التوثيقية لأن الكتابة التوثيقية معناها إيه؟ إن أنا بوسق تاريخ دون أن يتدخل الكاتب في توجيه القارئ لهدف معين أو توجيه القارئ إلى مجموعة معينة من الأحداث أو من الانطباعات اللي هو عايز يقولها ككاتب الكاتب التاريخي الخاص بالتوثيق هو بيعتمد على مراجع تاريخية بيعتمد على توثيق معين من مصادر موسقة ومصادر موسوق فيها ومصادر من أكتر من مصدر بيتناول لنفس الحدث وبالتالي نفس هذا الحدث في المصادر اللي هو اختارها لا تختلف كثيرا في تناولها حتى للتفاصيل فدي بتبقى كتابة موسقة أما الكتابة التاريخية المتعلقة بالدراما فهي بتختلف لأن طبعا الدراما هنا بتتعلق أساسا برؤية الكاتب بتتعلق أساسا برؤية المؤلف وبالتالي المحذير هنا بتبقى أقل شوية إنما برضو هناك محذير أنه لا يستطيع أن يغير التاريخ يعني هو بيطرح قصة درامية داخل حدث تاريخي أو داخل فترة تاريخية معينة لكنه لا يستطيع أن يغير من نتائج هذه الفترة أنها تاريخ مفهوم الرؤية دي أكيد لها سقف يعني أنا النهاردة علشان أكون بكتب عن التاريخ حتى لو بكتب عن دراما تاريخية لها سقف في رؤيتي لأن أنا في الآخر بكتب عن تاريخ